حكم البيضاوي اهتزى على وقع جريمة قتل شاب ثلاثيني العملية وقعت قبل يومين فجرا حين حاولت مجموعة أشخاص سرقت الضحية وتجريده من ممتلكاته تحولت بعدها إلى معركة بين أحد اللصوص والضحية انتهت بإصابته بجرح غائر على مستوى العنق نقل على إترها إلى المستعجلات لتنطلق التحريات بناء على أوصف مشتبه به نحن بصدد إجراء المعينة فإذا بشخص يحمل نفس الأوصف يتقدم المستعجلات من أجل إجراء من أجل ترقي لسعافات الأولية كانت هناك بدرة من طرف ضابط استمرار الذي مجرد ما شاهد هذا الشخص حاول إيقافه لكن لا هذا بفرار شيء الذي جعل باقي مكونات الأمنية تطارده بالشارع العام حتى تمكنه من إيقافه وتبين من خلال البحث والتحري لأنه هو من كان وراء هذه الجريمة برفقة شخصين آخرين المشتبه به الرئيسي في الجريمة كان في حالة تخدير أثناء اعتقاله ما وسع التحقيق ليكشف عن شخص رابع ضبطت بحوزته مواد مخدرة ومبلغ مالي وأسلحة بيضاء الموقفون الأربعة تمت إحالتهم على العدالة لتأخذ مجرها اشتركوا في القناة